افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية معرض البحرين الدولي الخامس للتعليم والتدريب الذي تنظمه شركة تريد اكسبو بمشاركة ما يزيد على مئة جامعة خاصة وحكومية ومعاهد تدريبية من داخل البحرين وخارجها من باب الحاجة للارتقاء بمخرجات التعليم والتدريب سوية ومن اجل مساعدة القريبين من خوض غمار الحياة الجامعية من طلبة الدراسة الثانوية جاء انطلاق النسخة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للتعليم والتدريب واضعا على عاتقه من جديد ان يكون تلك الخارطة التعليمية التي يستند عليها طلاب هذه المرحلة في اختيار الانسب من التخصصات لهم تضمها صروح علمية تجعل منهم العنوان الابرز لطاقات عملية قادرة على اعتلاء اي منصب وظيفيا عن استحقاق وتمكن اهمية المعرض بانه يفتح امام الطلبة الثانوية العامة مجال كبير للتعرف على نوعية التخصصات المتوفرة لدى الجامعات والمعاهد التدريبية للحصول على المهنة المناسبة في المستقبل تقديم يعني افضل البرامج التدريبية والتأهلية اللي بامكان يعني سواء الطلبة المتخرجين او الباحثين عن عمل انه يحصلون الوظائف المرموقة العارضون ممن رغبوا في حجز مكان لهم بين ارويقة هذا المعرض قدموا كل ما لديهم من ميزات ترافق آلية عمل جامعاتهم ومراكزهم التدريبية التي تؤهل الطلبة بعد اجتياز حياتهم الجامعية وتهيئهم لمواجهة مختلف المتغيرات التي قد تشهدها بيئة العمل الواسعة بين الحين والآخر وبالتالي تلبية احتياجات السوق وطرح طاقات بشرية تحمل متنوع الخبرات العلمية تبرع في مجالها لتتحمل فيما بعد مسؤولية الشاغر العملي الذي اوكل اليها تسلم مهامه ايمانا من الجامعة باهمية المشاركة في مثل هذه المعارض التعليمية والتربوية اللي من خلالها يستطيع طلاب المرحلة الثانوية تعرف على التخصصات التي تطرحها مختلف الجامعات إن كانت محلية إن كانت عالمية فهذه فرصة جيدة جدا للجامعات للالتقاء بالطلبة المحتملين وفي نفس الوقت الطلبة أيضا تاخذ من خبرات وتستفيد من التخصصات المطروحة عشان تساعدها بانتقاء تخصص المطلوب وفرصة يتعرف أبنائنا الطلبة والطالبات على الموجود سواء كان محليا أو حتى عالميا ولذلك الجامعة الأهلية دائما تدعم كل نشاط ودائما تشارك في كل هذه المعارض لأنها هي الصورة الحقيقية لبحرين المستقبل وحضورنا هنا هو مساعدة للطلاب حق إنهم يتقدمون في حياتهم حق الدراسة في الجامعة معرض استطاع استقطابة نخبة من طلبات المدارس الحكومية والخاصة بحضور ممثلين عن الجامعات والمعاهد ليسهل تبادل الخبرات وإعطاء الإرشادات العلمية والعملية بالشكل الذي يطبعه بعقول المقبلين على سوق العمل من صناع التغيير ملامح صورة المستقبل التي سيحترفون في رسمها فيما بعد خيارات متعددة تنطوضع بين يدي المتأهبين للانتقال من مرحلة دراسية إلى أخرى جامعية لتسهل عليهم اختيار ما يناسبهم من تخصصات علمية تمهد لهم الطريقة نحو مستقبل عمليا هم أجدر بتفاصيله لتلفزيون البحرين محمد رشيدة